اشتركوا في القناة والصحة والسعادة ولشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيق بالمزيد من التقدم والاستهار مشيدا سموه بهذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تقدم وتطور مستمر كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد أيمن عبد الرحمن الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة